يا صباح الفل ازايكم عاملين ايه يا رب دايما انتو كنوا بخير النهاردة هعمل معاكم الرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة جدا بمقادير مزبوطة مية في المية ايه وازاي يطلع معاك كريمة جدا وحلو واحلى من الجاهز اللي بتشتريه من برا زاي ما انتو شايفين كده بالجمال ده وازاي نعمله بمقادير مزبوطة بحيث تحس ان انت بتاكل كريمة اللي هيكله هيحس ان هو حاجة تانية خالص غير اللي بتشتريه من برا اللي مايحبش الرز بلبن هيحبه بعد الطريقة دي بجد خطير جدا تعالوا بقى نبدأ مع بعض المقادير بتاعتنا ونبدأ هنعمل ازاي مع بعض اول حاجة بسم الله اول حاجة معايا هنا نص كبية رز ومعايا كبيتين مية ده المقدار بتاعي اللي هيبقى بعد كده سابت معاكي كبيتين المية عليهم نص كبية رز اي حاجة بقى كبايات كبيرة كبايات صغيرة دي بقى ده الايه سابت معاكي هاجي بقى في حلة اولع على النار وحط الكبيتين المية وحط نص كبية الرز بخليه يستوي خالص اخلي الرز يشرب كل المية دي طبعا مش بسوي الرز عادي طبعا فهيبقى يطري شوية هسويه انا كده كله في المية خليه يشرب كل المية اللي انا حطها دي هيبقى نص تسوية كمان مش هيبقى مستوي كويس بس هيشرب كل المية كده الرز يشرب معايا المية كلها ده ما انتوا شايفين كده ده اللي انا عاوزة وصله فوش مية خالص هطفي بقى النار عليه في المرحلة دي علشان نبدأ بقى المقادير بتاعتنا اللي انا حطها على الرز عايزينها تكون النار طفية معايا هنا بقى خمس كبايات حليب و كباية سكر بنفس المعيار ممكن بقى تعملي نص كباية نص كباية حليب برضو عشان ادوب فيها النشا ثلاث معلق كبار نشا ثلاث معلق كبار كريم شانتيه فانيليا و زرة ملح ممكن بقى تحط بدل الفانيليا ما زهر او ما ورد انا كده طفي النار هحط بقى انزل بالمقادير بتاعتي كلها على الرز طبعا طفية كده علشان الحاجات ما تتغليش و تكالكع و انا لسه بابتدأ احطها كلها هنزل بالخمس كبايات حليب كلهم السكر بقى حسب ما تحبي انا عاملة هنا كباية بنفس معيار الحليب ده و طلعته مظبوط و حلو يعني احنا بنحب مسكر كده فده معيار السكر بتاعي عاوزة تخليه اقل من كده عاوزة تعمليه من غير سكر خالص السكر ده حسب الزوق طبعا زرة الملح هحط معلقها صغيرة فانيليا هحب الفانيليا البودرة هحبها في الرز بلبن و المهلبية اكتر من الفانيليا السيلة بتبطعمها قوي شوية احسام التانية الكريم شانتيه بقى ممكن تستعيني بداله تحط مثلا كباية كريمة لباني اللي هي كريمة الخافك او ما تحطهوش خالص لو مش موجود عندك مش مشكلة ممكن طبعا نغلي الحليب من بالليل ونسيبه برا هتلاقيه طلع الوش بتاع الوش ده كله قشطة ده باديل الكريم شانتيه برضه هدوب النشا في نصف كباية الحليب اقلب بقى كل المكونات دي على البارد كده قبل مولع النار عليها احاول ادوب كل حاجة ودوب النشا والكريم شانتيه اولع بقى النار هقلب كده اول دقيقة والنار عليها عادي بعد كده هدى النار خالص وافضل اقلب فيه كويس علشان ما يكلكعش مني لحد ما يبتدي القوام يتقل واحدة واحدة كده زي ما انتو شايفين عشان ما تقلبي فيه على اصول طبعا يطلع معاك مفوش اي كلكع ده اللي انا عاوز اوصله زي ما انتو شايفين كده قوامه كده هو غيلي طبعا واستوى هو تاخد بالمعلقة كده من على وش يطلع لك الرز مع اللون من على وش الحلة هو كده يبستوى الرز طبعا اتنافش جامد نص الكوباية عملتلي كمية كبيرة خلاص كده مستوي راحته جميلة جدا طبعا الفانيليا والكريم شانتي والحاجات دي عملاله راحة قوية وحلوة قوي هطفي بقى النار عليه هفض القرب الاول اللي انا عاوز ادخله الفرن هولع الشواية من فوق ودخل القرب ده ياخد له وش شايفين قوامه ده القوام بتاعه المزبوط جدا هدخله بقى الفرن وحطه في التلاجة ولما يخرج هوركو شكله ايه في الاخر ده بقى خليه كده من غير فرن ممكن تحطله جسد الهند وزبيب وسوداني على الوش ممكن تحط المقصرات طبعا تانية الموجود عندك حطيه انا النهارده انا بحب احط عليه قرفة بدرة القرفة بتخليه طعمه جميل جدا هعطله القرفة بقى ده ودخله التلاجة لما يخرجوا من الاتنين هوريكو شكلهم ايه شايفين الجمال خطير جدا ده هيخليك تحب الرز باللبن للنسبة للناس اللي مش بتاكله خالص هتحبوا بعض الوصفة دي اه اتمنى ان هو يعجبكو وتعملوك بالطريقة دي بالهنة والشفة مقدمة اللي هيعمله لو عجبكم بقى الفيديو النهارده ياريت ما تنسونش في اللايك والشير والاشتراك في القناة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة